أظهر تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمضي قدما في تحديث برنامجها المتقدم لتخصيب اليورانيوم حتى في الوقت الذي ينتظر فيه الغرب رد طهران على مساعي إنقاذ اتفاقها النووي المبرم عام 2015 وقال التقرير أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام واحدة من ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة AR6 التي ركبتها طهران في الأوينة الأخيرة في محطة التخصيب تحت الأرض في نطنز ويقول دبلوماسيون أن AR6 هو أكثر أجهزة الطرد المركزي تطورا وأكفى بكثير من الجيل الأول وهو الطراز الوحيد الذي يسمح الاتفاق لإيران باستخدامه في التخصيب تتجه إيران والولايات المتحدة على ما يبدو نحو التوافق بشان إعادة إحياء الاتفاق الذي فرض قيودا على أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات عنها والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة في 2018 بعد محادثات غير مباشرة استمرت أكثر من عام قالت إيران أنها سترد قريبا على أحدث التعليقات الأمريكية بشان نص يعد حلا وسطا قدمه الاتحاد الأوروبي الذي ينصق المحادثات سيشمل الاتفاق التراجع عن الكثير من أعمال التخصيب التي كانت تقوم بها إيران ووضع حد أقصى للتخصيب عند درجة نقاء 3.67% ولكن تركيبها لأجهزة متطورة في مواقع تحت الأرض مثل نطنز وفوردو يمكن أن يكون إشارة لأي قوة قد ترغب في مهاجمتها في حالة عدم توصل الاتفاق إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت الضربات الجوية على تلك المواقع ستكون فعالة ترجمة نانسي قنقر